اسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين رسالة القديس يعقوب الإصحاح الأخير الخامس من آية 8 بركاته فلتكن معنا أمين فتأنوا أنتم وسبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب لا يأن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا وذا الديان واقف قدام الباب خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناء الأنبياء الذين تكلموا بإسم الرب هنحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر بل لتكن نعمكم نعم ولا أكم لا لأن لا تقعوا تحت دينونا على أحد بينكم مشقات فليصلي أمسرور أحد فليرتل أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويتهنوه بزيد بإسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تخفر لهم اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها كان إلي تحت الألام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض سمرها أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كسر من الخطايا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين القديس يعقوب من أولاد خالة الرب يسوع والمسيح في حياته ولا دخالته ما كانوش بيؤمنوا بيه وكانوا بيعتبروه مختل العقل مجنون وكانوا بيستعروا منه لكن بعد صلب المسيح وشاف الصلب وشاف كلمات المسيح يسوع يا أبتاء اخفر لهم وشاف كل المجد ده أمام الموت أي حاجة تتكشف الإنسان يقدر يمثل وما أمام أي حاجة ما عدا الموت عند الموت ما تقدرش تمثل لازم تنطق بالحق عند الموت لازم تنطق بالحق فابتدى قلبه يتغير وشاف القيامة وأمن بالمسيح وكتب لنا الرسالة الموسوقية كلها موسيقى قلت النصحة خمسة بيتكلم عن اللي قاعدين وما أمنوش واختنوا واللي تشردوا واتطردوا وعايشين في فقر ومشلقين ياكلوا وده اللي بنشوف ناس أشرار سلكة في الخطية ما عندهاش ضمير والغنى بيكتر والغنى بيكتر ده في قول عجبني عند أخواتنا المسلمين من الأحاديث بتاعتهم يقول لك إذا غضب الله على قوم رزقهم من المال الحرام وإذا ازداد غضبوا بارك لهم فيه اوعى تفتكر إن الحرام اللي هيغنيك هيقدر يحميك لا يعيش بخوف الله القليل من إيد ربنا فيه خير ويبقى أكتر قوله دايما باستمرار وبعزة أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك أبدا أبدا ولا يغنيني ولا يجبع قلبه ويرويني غير بس اللي تجود به إيديك مش عايز حاجة غير من إيدك يا رب بعد ما تكلمنا المرة اللي فاتت مش عايز أعيد الكلام عن الأغنياء اللي قال لهم ابكوا أيها الأغنياء على شقواتكم القادمة التفت النهار ده للغلابة والغلابة أنتوا من ضمنهم لأن كل اللي عايزين يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ويضحط على دماغهم بس بيبدأ بكلمة جميلة جدا تأنوا أيها الإخوة خلي بالكم هنا الرسل كلهم لما يكلموا الناس يقولهم أيها إيه الإخوة لأن إحنا أعضاء في الجسد الواحد وفي السماء كلنا هنكون إخوة لا في أب ولا ابن ولا أم ولا أخت ولا أخ كلنا هنبقى زي ملايكة الله إخوات لأن العواطف كلها ستتبدل العواطف الموجودة هنا لحفظ النوع ربنا لما حط العواطف حطها مؤقتة لحفظ النوع يعني فيه عاطفة الإبوة والأمومة فيه عاطفة الحب والجسد والغريزة لو لا العواطف دي لكان لحد يتجوز ولا حد يخلف ولا حد ربه لكن ربنا حبي يحط العواطف دي لكن نهاية العواطف الخروج من الجسد ده بالنسبة للإنسان أما بالنسبة للحيوان والطيور العواطف تنتهي عند البلوغ عندي سن البلوغ يعني ممكن ممكن فرصة تخلف وتردع بنتها وتدافع عن بنتها لو حد قرب عندها لكن أول ما بنتها تبلغ السن وتبلغ لو قربت منها تضربها برجليها وما بقتش بنتها يعني ممكن كان الفرصة دي لو مخلفة ولا تخلف منه يعني تتجوزه ما تفرقش فالعواطف في الكائنات الحية في الطيور في الحيوانات لغاية درجة البلوغ أما في الإنسان لغاية خروج الروح من الجسد وسببين أحب أقولهم يأيدوا كلامي السبب الأولاني قالوا الرب يسوع نفسه لما جموا الصدقيون بيقولوا واحد اتجوز واحدة ما خلفش منها مات جي أخوه خدها ما خلفش منها مات جي أخوه سبع إخوات اتجوزوها فبيقولوا له في القيامة هتكون مرتمين في السبعة ما هي اتجوزة السبعة هم عايزين يزبطوا أنه ما فيش حاجة اسمها إيه قيامة فرد عليهم وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون ما هي الكتب وما هي قوط الله في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونوا مثل ملائكة ملائكة الله مفهومش أب وأم ملائكة الله كلهم إيه إخوات عشان كده العاطفة اللي هتستمر معنا عاطفة الأخوة ده السبب الأولاني السبب الثاني عقلاني مش في الكتاب المقدس بس لما هقوله لك هتقتنع بيه لو فيه في السماء أبوه وبنوه إيه رأيكم واحد راح السماء ملائكة ابنه يتمتع بالسماء إزاي ده السماء تبقى بالنسباله جهنم أو ابن راح في السماء ملائكة أمه يتمتع بالسماء إزاي يبقى لو كانت العواطف هتبقى في السماء لازم كل شعوب العالم تروح السماء لأن احنا شبكة طالعين من آدم وحوع شبكة كاملة عشان كده لما يجي يقول أيها الإخوة أقوى عاطفة مستمرة بيننا للأبدية عاطفة الأخوة حتى عن حبيبته ومراته لكن مش مسؤول عن أخته آه لكن بالنسبة للضعف الأخت أقوى تقولولي إزاي يعني لو حبيبته زنت هيطلقها خلصت طب الأديان يجي الرب ينال المطر المبكر والمتأخر دي قصة أحكيها لكم إسرائيل عشت في مصر ربعمائة سنة عادات وتقاليد إسرائيل كلها عادات فرعونية اتعلموا من المصريين أكتر ناس في الزراعة مصر أم العالم في تعليم الزراعة الحضارة بتاعتها كلها لأن مصر أرض زراعية مصر قسمت السنة لسنتين السنة منهم ست شهور سنة شتوية وسنة صيفية السنة الشتوية اللي يزرع فيها البقوليات والسنة الصفية الصفية اللي يزرع فيها القطن ده المصريين لما تعلموا من المصريين أول ما راحوا أرض المعاد قسموا السنة لسنتين سنة شتوية يزرعوا فيها البقوليات وسنة صفية يجمعوا فيها العنب والزتون لأن هم ما عندهم شقوط فيجمعوا في الصيف السنة الصفية عنب وزتون والسنة الشتوية أمحوا شعير وبقول بقوليات في بداية الشتاء هم بيزرعوا مش زي مصر عندهم نهر النيل يسقوا منه أرضكم ليست أرض ساقي فيزرعوا الأرض وينتظروا المطر في بداية الشتاء المطر ينزل ده اسمه المطر المبكر محصول الأمح والشعير ياخد أربع شهور بالضبط يعني السنة كم شهر ستة ياخد أربع شهور وحتى المسيح يسوع معه لما تقابل مع السامرية قالهم تقولون أربعة أشهر ويتم الحصاد انظروا إلى الحقول قد ابيضت فبياخد أربع شهور فبعد الأربع شهور قرب ثلاثة ونص أربعة إلا كم يوم الأمح يبيض والشعير يبيض ويحصدوه لما يحصدوه ويشلوه طبعا فيه حبات بتقع فين في الأرض وتدفن في الأرض يجي ربنا بعد أربع شهور يروح باعة مطر اسم البطر المتأخر بعدما الأرض تبقى جدباء يبصوا يلاقوا الأرض عملت إيه إخدرت طب عشان تطلع أمحة عايزة كم شهر عايزة أربعة لكن ده فضل قد إيه شهرين بعد شهرين يحصدوه الأمحة وهو أخضر لأن لو زاد عن شهرين هيموت يحصدوه وهو أخضر القشر بيبقى لأزق في الأمحة يشعوطوه بالنار ويفركوه ويعملوه فريق الفريق رمز للمسيح اللي اتاخد في نصف عمره يا إلهي لا تأخذني في نصف عمري أيام الإنسان سبعين نصف خمسة وثلاثين هو ما كملش غير ثلاثة وثلاثين وثلاث فبيقول في المزمور يا إلهي لا تأخذني في نصف عمري يرد عليه الأب ويقول له إيه سنوك إلى دهر الدهور يأخذ الشرير في نصف عمره طب والمسيح الشرير لا بس خد الشر بتاعنا الذي بلا خطية قد صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه يبقى نرجع بقى ما هو المطر المبكر الروح القدس يوم الخمسين لما حل على التلاميذ والكنيسة تولدت ما هو المطر المتأخر الضيقة العظيمة بالنار يتشوشوا علشان يقبلوا المسيح يقول في أشعياء إحنا دموا يطهرنا لكن هم يقول لك يطهرهم بالإحراق يعني بنار الضيقة العظيمة اللي تخليهم يسرخ لالله لما حل الروح القدس يوم الخمسين بطرس اختار آية من يؤيل الآية دي بتقول في آخر الأيام أسكب من روحي على بنيكم وبناتكم فيتنبأوا ويروا رؤى ويحلموا أحلاما قبل مجيء يوم الرب العظيم الآية دي حصلت قالها يوم الخمسين طب يوم الخمسين كانت آخر أيام آيوة آخر أيام النموس وفي آخر الأيام آخر أيام النعمة فهتتكرر مرتين الفلاح يا أحبائي ينتظر سمر الأرض متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم كلمة ثبتوا قلوبكم دي هيشرحها في باق في باق الأصحاح كيف يثبت القلب في محبة الله بس بيقول لكم ثبتوا قلوبكم لما أن مجيء الرب قد اقترب في ناس تقولك إزاي مجيء الرب اقترب ها أنا أتي سريعا بولوس الرسول يقولك إحنا اللي هنحضر المجيء وفي مرة ألفين سنة وما حصلش حاجة من تقول ليه أصل الزمن بالنسبة لربنا هو فوق الزمن والكتاب واضح اللي يتعامل في يوم ممكن ربنا يعملوا في ألف سنة واللي يتعامل في ألف سنة ممكن ربنا يعملوا في إيه في يوم واحد يعني إسرائيل بيقول لها لحيظة مش لحظة لحيظة تركتك وبمراحم كثيرة أتعهدك عارفين اللحيظة دلوقتي كام ألفين وواحد وعشرين سنة من ساعة ما رفضهم ولسه ما رجعوا لهمش لكن هنا لما بييجي يقولك لأن ما جيء الرب وقت الرب قد اقترب لأن ربنا أخفأ زمن مجيء لسببين السبب الأولاني لما تعرف وقت المجيء أو حتى وقت ذهابك إليه لنت هتموت في جلدك قبليها السبب التاني علشان حياة النمو إنك تنمو وتعمل في نمو وفي نمو ينبغي أن نعمل مدام نهار يعني مدام الروح في الجسد ينبغي أن نعمل مجيء ربنا قرب لو واحد من حضراتكم سأل لي سؤال قال لي طمام نفترض إن مجيء المسيح سنة 3000 أقولك ممكن بس إيه رأيك لو فضل في عمرك ثلاث دقائق يبقى أنت هتستفيد إيه بالتلاث تلاف اللي جاية يبقى فرصتك في الثلاث دقائق وهنا أسألك سؤال أنا بقى أنت هتسافر إمتى ما هي أنت هتسافر يا هو إيه ييجي أنت هتسافر إمتى هالحد فيكم عنده زمن اللي هيسافر فيه لا إذن إسهروا لا تعرفوا اليوم ولا الساعة وده اللي خلى الكنيسة تعلمنا كل يوم في صلاة النوم نقول الآن يا سيد تطلق نفس عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصا طيب أول حاجة في تثبيت القلب لا يأن بعضكم على بعض أيها الإخوة إيه معنى كلمة لا يأن يأن يعني يتضايق يعني لا يطيق دايما الواحد لما يتعب من حاجة يعمل إيه يأن يا سلام في لندن مش طيق أبو الصلوف ولا شوف شكله أنا لما بشوفه بيجينا ارتكارية بيجينا يتعب لا يأن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا ليه إيه اللي خلاك أنت على أخوك إيه اللي خلاك أنت على أختك لأنه غلط صح ولا لا أنا مش هأن على واحد ما بيغلطش طيب لما هو يغلط وأنا احتمل طيب ما أنا بغلط في ربنا كتير يبقى أنا حميت نفسي من الدينونة إحنا اللي هنختار الكيلة اللي هيكلية اللي هيكيل بيها ربنا لنا في السماء تقول الحمد لله أقولك بس مش هتختارها هناك تختارها من هنا من هنا اغفروا يغفر لكم اغفروا يعني أنا لو قعد أحسب الغلطات اللي غلطتها وربنا محتمني لا تعد كلمة طهقت من حياتي خطيئة كلمة زهقت خطيئة كلمة هف خطيئة كلمة تشتكل مين خطيئة أنا مش بتكلم على الخطايا المعروفة أنا بتكلم على الخطايا اللي انت ما بتفتكر هاش انها خطيئة من قال لأخي يا أحمق كل كلمة بطالة عارف يعني بطالة مش يعني اشتيمة يعني ملهاش نتيجة اللي تواحد سوف يدان عنها الانسان حتى الهزار كلمة بطالة لازم يكون لنا الكلام البناء لا يأن بعضكم بعضا أيها الإخوة لألا تدانوا هو زاديان واقف على الباب خلي بالك باب مين باب ضميرك شاطر داود لما اتقلبت الدنيا عليه وأب شلوم طلع مع ستات أبوه زنى فيهم وعايز يقتل أبوه تصور لما واحد يلاقي ابنه ضناه عايز يقتل مش لاقي حد يشتكيله لما كان شاول ضده كان ممكن يشتكي لكن ابنه ضده لما روح أقول ابن بيعملي ما انت اللي ربيته انت اللي تحتمل انت اللي تشيل لقى منفز واحد لقى شمع ابن جيرا بيشتم واحد من إخوات يقاب قال له ايه قال اروح اجيب لك رقابته هو غريق يعني عقله على قد شمع ابن جيرا دي ليه لأن نهر الاردن مش كبير قوي صغير وهما في ضفة وهو في ضفة فافتكر لما يشتم في داود ويزر الطراب ويضرب طوب ويشتم ويقول له يا رجل بلعاد ما حد ش هيقدر يوصل طب دول معهم سهام يعني لو واحد سحب السهم هيجي في قلبك نهر الاردن العرض بتاعه مايجيش اتناشر متر زي ترعى الابراهمية يمكن ترعى الابراهمية بتاعتنا اغزر تفقى واحد قال له لا انا مش هضربه بسهم انا هعد الميا واروح اجيب لك رقاب تواجي قال له اوعى سيبوا ربنا قال له سب داود ايه داود دا اصلي انا غلط في ربنا كتير هيسمحني وهيرجعني عندك استعداد عندك استعداد انكم تختاروا الكيلة ولا برضو ما زلتوا عايزين حقنا عايزين حقنا خد حقك وخد حقك بس ربنا واقف على الباب هياخد منكم حقه لا يأني بعضكم على بعض ايها الاخوة لقالة دانو هو زا ديان واقف على الباب خذوا يا اخوتي مثالا ابتدى يدينا مثال لاحتمال المشقات والاناة الانبياء الذين تكلموا باسم الرب يعني لو ربنا عايز يحافظ طب ما كان حافظ على الانبياء بتوعه ده اكتر ناس تعذبوا في الدنيا الانبياء واكتر واحد يسوع بس كانوا ايه بيصبروا اتكلموا باسم ربنا وجدوا ناس ضدهم ودنا مثل واحد ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب تخلي بالكم من كلمة عاقبة الرب ليه لما تقروا الاصحاح الاخير في سفر ايوب تلاقي الجمال اللي راحت تلات تلاف ربنا ردله ستة تلاف الغنم ربنا ردله الضعف كل حاجة ربنا ردله الضعف ضع منه سبع اولاد وتلات بنات رجع له كام سبع ولاد وتلات بنات طب ليه رب ما اديتنيش الضعف قال له لا ما هموجود الضعف اصل الغنم راح والجمال راحت والبقر راح لكن الاولاد ما راحوش عندك سبعة فوق وتلاتة فوق وهديلك سبعة تحت وتلات فتحت يبقى اربعة عشر وست بنات الله لما يعوض يض الضعف يا احبائي رأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورقوف بس فيه حاجة عايز اقولها لكم يريد تقروها في الاصحاح الاخير يقول لك ان الرب رد لأيوب بس رد لأيوب كل ما فقد منه حينما صلى من اجل اصحابه اللي جرحوه ما لو ما صليتش للي جرحك مش هيرد لك حينما صلى لأجل اصحابه ارجع في الاصحاح الاخير في ايوب وقراها لما تصلي من اجل اللي هانك ربنا هيرد لك البركات كلها نمرة اتنين لكن قبل كل شيء اخوتي لا تحلف وهنا اسألكم سؤال الحلفان حرام ولا حلال حرام وحلال لاتنين حلال لمين للي يملك وحرام لمين للي ما يملكش لا تحلف بالسماء السماء مش بتحتك لأنها كرسى الله لا تحلف بالأرض مش بتحتك لأنها موطق قدمي لا تحلف بشعر راسك لأنك ما تقدر تغير ولا تعمل لا في صحتك ولا في قوتك ولا في أي حاجة أنت لا تحلف لأنك لا تملك الوحيد اللي يحلف هو الله ليه لأنه يملك ولما يحلف يحلف بأغلى حاجة أقسمت بذاتي ذاتي لأن ذاته دائمة أمس واليوم وإلى الأبد لكن ذاتك أنت ما دي غلطة يوسف عارف قال ليه لأخوته أنا أعولكم وأعول أولادكم من بعديكم هادي كبيرة عليك يوسف ياريت قال لهم أنا أعولكم أنت وأولادكم طول من عايش لا أنا أعولكم وأعول أولادكم من بعديكم والكتاب يقول لكم ومات يوسف وجه مالك ما يعرف شي يوسف وزلهم وطلع عنهم اللي يقول أنا أعولكم ده اللي ذاته بقيا اللي يقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر يبقى إذن أنت مدام لا تملك لو حلفت حرام لا تحلب بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر بل تكون نعمكم نعم ولأكم لا لألا تقعوا تحت دينون لما حد يقول لك حاجة قوله دي الحقيقة يقول لك أحلف قوله عندنا الحلفان خطيئة وأنا مدام كسرت وأخطأت بالحلفان يبقى اللي أنا بحلف به أنا ممكن أجدب أصلي مدام عندي استعداد إن أحلف يبقى عندي استعداد إن إيه إن أجدب عشان كده بيقول على أحد بينكم مشقات على أحد بينكم مشقات فليصلي أوعى المشقات يعني ضيقة مكسفة فليصلي أوعى المشقات تخليك تبعد عن ربنا لما حصلت المشقة التانية ربنا قال لموسى أكلم الصخرة مش اضرب الصخرة هي انضرب اتمر على الصليب ما تبعش المسيح من أجل المشقات كلموا قل اللي التجربة زادت قل له مش قادر احتمل بس أنا واثق إنك هتمد إيدك ثقة فيك كبيرة واللي مطمني إنك أنت بتحبني أكتر ما أنا بحب نفسي أما سرور فيرتل يبقى الترتيل للسرور الحزين يعمل إيه يصلي والفرحان يعمل إيه يرتل طب إيه راييكم في الحزين اللي بيرتل ويقول احسبوه كل فرح يا أخوتي ورتله حينما تقعون في تجارب متنوعة دي درجة كمال إدنا السر تاني جميل أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص أو شيوخ كلمة قصة عن شيخ الكنيسة خلي بالك مسحة المرضى ما ينفحش يصليها أسيس واحد لازم مجموعة أسس فليدعو شيوخ الكنيسة ولذلك إحنا الكنيسة عملت في في الطقس بتاعها إن لما نيجي نعمل الأنديل بنحط كم شامعة سابعة لإن اللي يصلوا ما يقلوش عن سبعة كهنة المفروض أنا بتكلم عن المفروض دلوقت واحد ممكن يقوم بالعملية بس اللي إحنا بنعمله في البيوت ده ده مش مسحة المرضى ده تبريك منازل لأن مسحة المرضى يجو سبع كهنة ويصلوا عليه وأول واحد يتهنوا بالزيت تاني يوم يروح واحد تاني منهم يتهنوا بزيت الفتيل التاني تالت واحد يروح ويقعد معاه ربع واحد خمس واحد سبعة أيام يترددوا عليه علشان يصلوله ويبتدوا يعلموه عشان كده يقولك يصلوا عليه ويتهنوا بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان إيمان المصلين والمصل عليه تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية يعني إذا كان المرض ده بسبب خطية ربنا سامح به هو هيشفأ والخطية تغفر ليه الاعتراف اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات لما تغلط في حق أحد روح أعترف له طب أنا غلط فيك ما تناولش إلا لما روح واعتذر لك اترك قربانك وبعدين روح اصطلح مع اللي غلط فيه طب لو هو اللي غلط فيه ما روح لوش اتناول بس اصلي لوف عشان كده بصوا اعترفوا بعدكم لبعض بالزلات لما تغلطوا فيهم وصلوا بعدكم اللي غلط فيكم صلولوا لأجل بعض لكي تشفوا وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها كلمة لكي تشفوا عشان ربنا يمنع المكروبات والفيروسات عنكم لكن طول ما انتم في خصام وفي اخناء وفي ده كله مش حيتم الشفاء نصلي اه اضرب لنا مثل بإلي كان إلي إنسانا خلي بالك تحت الألام يعني تحت الألام يعني زي زي معرض للغلط والضعف ضعف إلي ولا لا ضعف أول ضعفة لما راح عند نهر كريت يشرب قاعد يبص المنسوب المية كل ما يبص له المية تقل 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 لغاية ما نشف النهر ايه علي يا رب النهر نشف أكل منين واشرب منين لما انت قفلت السماء ده انت قلت يا ريت قال لا لا يكون مطر إلا عند إذن ربنا لا لا يكون مطر إلا عند قولي ايه ده الجبروت ايه الجبروت ده لا يكون مطر إلا عند قولي أنا متصور لو واحد من القدسين رح لربنا وقال يا رب نزل المطر يقول روح استأذن من إلي لأن إلي هو اللي قفل وأنا باحترم ولادي في قراءهم لما إزابل بعثت له رسالة قالت له في 24 ساعة يعني الوقت اللي انت قتلت في أنبياء البع في معاتهم هتكون روحك مع روحهم واللي عايزة تقتل واحد يا إلي تبعت له تقول له هقتلك ده تبعت واحد يخلص عليه صح ولا لا دي بتخوف عشان يسيب المكان وبلع الطعم هرب وساب المكان كله وراح مدينة يهوزة ما هو في مدينة إسرائيل راح يهوزة وبعد نلقي ملك يهوزة وملك إسرائيل حباي بقى لا ملك يهوزة يسلمني ليهم ساب التلميس بتاعه وطلع على سينة وراح جبل حريب قرب المصريين وراح يقول له قتلوا أنبياءك وبيت أنا وحدي من ساعة ما تخطف أو أصعد إلي للسماء لغاية سنة 2000 24 قرن مش 24 ساعة إذا قالت لك 24 ساعة لا ده 24 قرن ودينا داخلين في سنة 21 ضعيف كان إنسان تحت الألام مثلنا وصلى صلاة أن لا تنطر فلم تنطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر إيش معنى ثلاثة وستة أشهر لأن دي المدة آدم قعد في الجنة ثلاث سنين وستة أشهر المسيح قدم خدمته للخلاص ثلاث سنين وستة أشهر الأنتي كرايست اللي هو ضد المسيح ثلاث سنين وستة أشهر زمان وزمنين ونصف زمان 42 شهر 1260 يوم ثم سيلة أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض سمرها المطر جاي والسمر جاي ونكتفي بكده الله يبركنا بكل بركة سماوية له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين